نروح لي أخبار النادي الزمالك والبرتغالي جوزبالو فريرة الموديل الفني للفريق أبدى النهاردة ساعدته بقيد السلاسة لعبين أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة لكنه بيرفض فكرة الدفع بالعناصر السلاسة بشكل أساسي في تشكيل الفريق بسبب عدم انسجامهم بشكل كامل في الفترة الحالية بجانب الضغط النفس طبعاً اللي كان متوقع عليهم الفترة الماضية والضغط النفسي الكبير المتوقع من جانب جماهير نادي التراجي التونسي هو مش شايف ده الوقت الأفضل اليوم أنهم يبدأوا مع الفريق من مباراة التراجي المباراة الكبيرة الصعبة بكل تأكيد على ملعب التراجي ووسط جماهيره وبنسبة قد سلاسة لعبين أنا كان ليه رأي قلته من كام يوم أنا لا فارق معايا هل نادي الزمالك اللي موقفه خاطئ أو اتحاد الكرة اللي موقفه خاطئ لأن لجنة للنضباط النهاردة قايد خلاص إن حقق الزمالك يقايد اللي عابين اللي هما كان لقصة قريدي متأيدين بس كان متعلق متعلق بطريقة ما إدارية عن اتحاد الكرة الأمر بس الزمالك كان قريدي مأيدهم في الفترة القانونية أو في الفترة قبل ما الفيفا يقفل بابل انتقالات أنا دي مش حكايتي أنا مش حكايتي مين اللي عنده المشكلة خلاص نادي الزمالك قايدهم يبقى خلاص نادي الزمالك كان على الحق ده ده قرار لجنة للنباط ما ليش دعوا برضو عشان ما تجيش تقول لي إيه أنت شاف إن الزمالك كان على حق لجنة للنباط قايت إن الزمالك على الحق يبقى أنا الزمالك على الحق لجنة للنباط كانت قايت تحاد الكرة على الحق يبقى تحاد الكرة على الحق فأنا همشي مع الرسم الرسمي إنه الزمالك كان على الحق فقايد إيه لعبته تمام تمام أنا بقى كان مشكلتي فين؟ إن فيه إخناقة ما أو فيه مشكلة ما أو فيه أزمة إدارية ما بيدفع تمانها تلات لعبين كانوا قاعدين في البيت تلات لعبين كانوا بلاعبوا في أندية راحوا لنادي الزمالك وفجأة لأنا وفي سوم قاعدين في البيت دي بقى بتعمل لي مشكلة هتقول لي وإحنا مانا وأنا مالي ودي مشكلة الزمالك ولا مشكلة اتحاد الكرة أنا بكلمان من ناحية والله إنسانية تلاتة عندهم مشكلة في مستقبلهم وشغلهم وتعبهم واكتهادهم وقاعدين في البيت أزمة في صراحة حكاية عملا لي هاجزة وبحط نفسي دايما مكان اللاعب أنا أحمد بالحاجة أنا ناصر منسي أنا شابانة مش عارف هلعب بقى ولا مش هلعب ولا هلعب إمتى ولا هيسيبيني روح نادي تاني ولا هكمل معاية الزمالك وهلعب موضوع صعب صعب طيب نطلع من ده بإيه عشان برضو يبقى عندنا حاجات إيجابية نقولها وحلول نمسك في الأزمة نفسها ونسيب الحلول الأزمات اللي هي طول حياتنا بتتكرر دي الحلول إيه اتحد الكرة يبقى واضح وصريح وصارم وحاد في حقوقه نفس الأمر كل الأندية اللي لي حق ياخده اللي لي حق ياخده بس اتحد الكرة مثلا عنده مديونيات على الأندية كلها مش نادي الزمالك بس على كل الأندية ما تسيبش بقى مديونياتك ما تسيبهاش بعد كده خالص وبقول كده من أول الموسم والله يا جماعة اللي مش هيدفع مديونياته هيبقى عنده مشكلة في واحد اتنين تلاتة اربعة لقاحة واضحة وصريحة وكل حاجة تبقى الأمور واضحة هي مشكلة فين المشكلة اللي وجاهها نادي الزمالك ووجاهها بعض الأندية الأخرى مع اتحد الكرة الاتحد الكرة كان بيمشي أموره مع الأندية في كسة المديونيات دي أنا بقول لكم التفاصيل يعني مشي أمورك نادي عليه مساء مليون هبقى أخدهم منك هاي وقت عشرة معيش دلوقتي هبقى أدهم لك ماشي عشرين ماشي ففجأة تحدي الكرة لقى نفسه شبه مفلس لعارف يدفع مرتبات منتخباته ولا مدربينه ولا مكافئات ولا فلوس عليه ما بقاش وعنده فلوس عند الأندية فرح فجأة تحدي الكرة قال لك لأ ستنى بقى اللي لنا عنده فلوس مش هيقايد يا السلام فجأة فجأة هو حقك على فكرة هو حق اتحاد الكرة بس انت خليت العرف انه عليه فلوس مش مشكلة يبقى ادفعها بعدين لأ خليك واضح لما هتبقى واضح هيبقى الأمور واضحة عند الأندية كلها لحد هيزعل منك ولا انت هتزعل من حد ولا لعبة الدار ولا يبقى فيه أزمة كل حاجة سهلة كل حاجة سهلة لو طبقنا القانون واللواقح كل حاجة سهلة لكنتون ما احنا عمين نعمل كده تفضل كل حاجة كده تفضل كل حاجة كده عايشين بقى اللي هو ايه عمين نترقص ونتميل وما فيش حاجة واضحة ويقول لك أسله إلحق ده كريم جي مع فلان وكان ضد فلان إلحق ده قال ده اللي صح وما طلعش ده اللي صح ده اللي غلط ليه دخلنا كلنا أصلا في أزمة كلنا بنخش في أزمة كلنا النادي بيخش في أزمة اللي بيشتور في الأعم بيخش في أزمة اتحاد الكرة بيخش في أزمة والأزمة الأكبر بتبع عند اللاعب نفسه اللي بيتضر أصلا يا إن شاء الله الأمور تتحس دايماً بيبقى عندي تفاؤل ما عرفش بيجي منين بس بيبقى عندي تفاؤل بقول إيه ما تعرفش بكرة ممكن ييجي حد ويقول لي والله تعالى وجمعا صلح الأمور دي كلها سؤول كرة عنده من الحكمة والجرأة والشخصية إنه يحل كل حاجة إن شاء الله يعني هيبقى موجود بإذن الله وممكن يبقى موجود في اتحاد الكرة ويظهر إن شاء الله يعني من الموجودين حالياً